في الوقت الذي تأمل فيه الحكومة السورية فتح حوار مكثف مع القوات الكردية تفجير في مدينة منبج الواقعة في شمالية سورية يوقع العديد من الضحايا المرصد السوري ذكر أن الانفجار الذي وقع بالقرب من مطعم قريب من السوق الرئيسي في المدينة أودى بعدد من الضحايا بين قتيل وجريح بينهم عدد من الجنود الامريكيين كانت دوريتهم تجوب المدينة وقت الانفجار وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجير الانتحاري من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون أنها تتابع تدعيات الهجوم وتجري تحريات موسعة حول طبيعته ومع محاولات القوات الكردية بتكثيف اتصالاتها مع الحكومة السورية أقبأ إعلان الرئيس الامريكي الانسحاب من سوريا بوساطة روسية ودخول وحدة من الجيش السوري بلدة منبجة بداية الشهر الجاري ما زال نشاط العمليات الإرهابية مستمرا